ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الموضوعات المتعلقة بالسياسات العامة ومن أجل تحسين وتطوير نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت نظم البرنامج بالشراكة مع دولة الكويت ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حلقة نقشية حول تطوير نظام الرعاية الصحية في البلاد نعم وتهدف هذه الحلقة إلى مواجهة التغيرات التي طرأت على المجتمع من حيث زيادة الأمراض المزمنة غير المعدية الرعاية الصحية عالية الجودة تأتي ضمن الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 للنهض بالنظام الصحي داخل البلاد لمواجهة التحديات والفجوات التي طرأت على اسلوب المعيشة وزيادة معدلات الأمراض المزمنة غير المعدية الرعاية الصحية على وجه العموم هناك عبارة عن عدة محاور لهذه السياسة مثل آليات تمويل الرعاية الصحية شكل نظام الرعاية الصحية ما هي المتطلبات التشريعية المفترض أنها تكون موجود ما هي خارطة الطريق نحو التحول من الوضع الحالي إلى وضع أفضل التوجه العام لهذه السياسة تختلف عن سابقتها بأنه هو ليس فقط مفير الرعاية الطبية ولكن هو تعميق مفهوم الصحة العامة التي نستطيع أن نسميه Public Health Promotion وهو مكافحة الأمراض الأساسية الموجودة في دولة الكويت والتي تشكل في المؤشرات العالية التركيز على النهج العلاجي في الرعاية الصحية يتطلب وجود خطة وطنية صحية شاملة طويلة الأمد هذا ما يسعى إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية للوصول إلى الهدف المنشود المرحلة الأولى كانت في الخطة الإنمائية وخصوص الخطة الثانية كان فيها تركيز على بناء المنشآت وهو تقطية ما يسمى بسعات سريرية الآن ندخل في الأمور الأهم التي هي الجودة الرعاية الصحية نفسها التي سيتم تقديمها للمواطن من أجل خلق بيئة صحية متكاملة في البلد والجماعة جهودهم واضحة جدا في كافة الوطارات المجلس للتخطيط مؤسسة كويت التقدم العلمي كل الجهات الأمانة مساهمة بشكل فعال ونرجو أن نصل إلى منظور واحد متكامل بإذن الله الحلقة النقاشية تهدف إلى تطوير نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت من أجل ضمان الصحة للجميع مرغم حرم تلفزيون دولة الكويت